شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول تهذيب النفس ونتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله ضمن ثلاثة محاور المحور الأول ما هي النفس؟ المحور الثاني خطورة النفس المحور الثالث ترويظ النفس أما بالنسبة إلى المحور الأول فكلمة النفس تطلق على معنيين المعنى الأول المعنى الأول اللطيفة الربانية التي تمثل حقيقة الإنسان المعنى الأول ما هي حقيقتنا؟ هل هذه اليد تمثل حقيقتنا؟ هل هذه الرجل تمثل حقيقتنا؟ هل هذه الأعضاء والجوارح تمثل حقيقة الإنسان؟ هل هذه الرجل تمثل حقيقة الإنسان؟ هل هذه الرجل تمثل حقيقة الإنسان؟ هل هذه الرجل تمثل حقيقة الإنسان؟ وأنت شيء آخر هناك علقة وإضافة بينك وبين هذه الدار كذلك أنت تقول يدي إذن اليد لا تمثل حقيقتك وإنما ما عبرت عنه بياء المتكلم هي التي تمثل حقيقتك ولذلك إذا والعياذ بالله واحد ابتلي بحادث صدمته سيارة وقطعت يده يشعر أن ذاته باقي لم ينقص من ذاته شيء وإن نقص من الأدوات التي تستخدمها تلك الذات فإذن هذه الجوارح وهذه القوى لا تمثل حقيقة الإنسان وإنما هناك لطيفة إلهية ربانية لها نحو من أنحاء التعلق بهذا البدن وبهذه القوى هي التي يطلق عليها النفس هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني الأصل الجامع الذي ترجع إليه جميع الشرور وجميع الصفات السيئة هذا هو المعنى الثاني لكلمة النفس ولعل الحديث المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا المعنى الثاني كما سوف يأتي في المحور القادم المحور الثاني من محاور البحث يدور حول خطورة النفس الإنسان له أعداء كثيرون في هذه الحياة ولعلنا نتمكن أن نطلق على هذه الأرض التي نعيش عليها أرض العداوات الله تعالى يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو هذه الأرض أرض العداوات الأعداء متعددون أحد هؤلاء الأعداء الأعداء الخارجيون الكفار الذين يتربصون بنا الدوائر الله تعالى يطلق عليهم لافظ العدو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وفي آية أخرى الله تعالى يقول هم العدو حول المنافقين فاحذرهم من الأعداء الألداء لنا الشيطان الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو الشيطان من أن نفتح عيوننا في الصباح وإلى أن نغمضها في المساء يحاول أن يردينا هذا هو العدو الثاني من الأعداء ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أحياناً الزوجة تكون عدو لزوجها تجره إلى الحرام تجره إلى المهالك الولد أحياناً يكون عدوا لوالده لوالدته يجرها إلى الحرام أو يجره إلى الحرام والمهالك الزبير بن العوام كان من أهل البيت من الذي جره إلى الجحيم ابنه ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ولده عبد الله ولكن أخطر الأعداء هو العدو الذي لا يستطيع عدو أن يورد علينا خسارة حقيقية إلا بمساعدة ذلك العدو ولعل إليه الإشارة في الحديث المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا الحديث مذكور في بحار الأنوار أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك لعله إشارة إلى النفس بالمعنى الثاني الذي ذكرناه حتى الشيطان هذا العدو المبين الله تعالى ما جعل له سلطة علينا الشيطان الشيطان فقط يطرق باب القلب مثل عدو يأتي إلى الدار ويطرق الباب وأنت تفتح له الباب باختيارك أن تفتح له الباب أو لا تفتح له الباب الله تعالى يقول في القرآن الكريم حكاية عن الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم الشيطان يشير إشارة يدعو ولكن ما إلى سلطة على المؤمن وما إلى سلطة على أي بشر وعلى أي فرد مجرد دعوة فإذن في الواقع الذي جعل أهل الجحيم أهل الجحيم العدو الواقع النفس التي كانت بين جنبيه فهذا هو أخطر الأعداء على ذات الإنسان وأخطر الأعداء على المجتمع البشري هذه الجرائن هذه الجنايات التي وقعت على مر التاريخ من اليوم الأول من الذي كان وراءها النفس كانت وراءها العلم لا يكفي العلم مثل خنجر الشاعر يقول ما معناه أن تعطي خنجرا بيد رجل سكران ما عنده شعور ما عنده إدراك هذا شلون يمثل خطر على الأفراد هذا أهوى من أن تعطي العلم لعالم لم يهذب ذات العلم سلاح إذا وقع العلم بيد هذه النفس المهذبة تنفع المجتمع وإذا وقع العلم إذا وقعت القدرة إذا وقعت الرئاسة بيد نفس غير مهذبة تدمر تدمير الملايين الذين قتلوا على مر التاريخ من الذي قتله النفس التي لم تهذب حقيقة حد ما كو للجنايات التي يمكن أن ترتكبها النفس غير المهذبة صدام كم جريمة ارتكبها في حيات أحد المحامين عن هذا الرجل قال الملفات المكتوبة ضده وزنها خمسة آلاف كيلو كيف أطالع هذه الملفات في خلال هذه المدة القليل مليون جريمة مليون عشر ملايين ربما ارتكب هذا الرجل المئات المليارات من الجرائم في حيات انتو لتلاحظون الجريمة في حد ذاتها لاحظوا الجريمة والجرائم التي تتبع تلك الجريمة يمكن جريمة واحدة على مر التاريخ تستتبع ميت مليون جريمة فالذي ارتكب تلك الجريمة في الواقع شريك في كل تلك الجرائم على امتداد التاريخ نفرض أنه الرجل الطاغي أخذ شخصا وأعدمه اعدام هذه جريمة واحدة ولكن انتو لا تلاحظوا القضية في هذا الإطار جريمة قتل جريمة عظيمة من الممكن على أثر قتل هذا الشخص عائلت عائلت تتشر شريك مليون ومليون عشر ملايين المحور الثالث من الحديث أن هذه النفس تحتاج إلى تروي التروي هذا يتم بكبت النفس وإذلالها النفس لا تقف عنده والنفس كما يقول الشاعر راغبة إذا رغبتها كلما واحد يروح مع نفس النفس تطلب المزيد كلما واحد يخضع في موقف لقوته الشهوية لقوته الغضبية لقوته الوهمية هذه النفس جموحها يكون أكثر وكلما واحد يحاول كبت هذه النفس في المواقف حتى إذا الموقف يكون موقف مباح هذا هذا يكون تضعيف لجموح هذه النفس لذلك واحد في المواقف ينبغي عليه أن يحاول أن يكبح هذه النفس حتى في بعض المباحات وإنما هي نفس أروضها رياضة واحد لا يصور أن هذه النفس خضعت هذه النفس مجال موعد الإنسان عند حالة حسن الظن بذات في تقييم لذات عند محابات لذات يصور أنه من أولياء الله من المؤمنين الأخيار شوكت يظهر عندما تعطيه القدرة بأي شكل من أشكال القدرة القدرة قد تكون رئاسة على دولة أو رئاسة في شركة أو حتى رئاسة في بيت هناك تظهر حقيقة النفس على واقعها لذلك واحد ينبغي عليه بمقدار الإمكان أن يحاول كبت هذه النفس ورياضة هذه النفس أنقل لكم قضيتين القضية الأولى يذكر أنه كان هناك طالب علم في النجف يقال له الشيخ جواد الملكي القضية بالمضمون هذا كان عنده أستاذ في الأخلاق وتتلمذ عنده عامين في يوم الأيام جاء عند أستاذه وقال له أنا لم أصل إلى ما كنت أبتغي أنا مدة سرت في هذا الخط خط الأخلاق وخط التهذيب وما وصلت إلى مكان الأستاذ قال له من أنت قال عجبا ألا تعرفني أنا تلميذك سنتيا أنا الشيخ جواد الملكي فقال له ما معناه بداية الطريق أن تقوم بهذا العمل ما هي علاقتك بفلان وفلان وفلان قال هؤلاء أقرباء فالنجف ثم أخذ ينتقدهم انتقاد العلاقات بينهم ما كانت جيدة قال تبقى هذه الكلمة ربما في ذهننا عشرين عام العداوات الموجودة بين العوائل شنو منشأ هذه العداوات كلمة واحدة توقع شخص كان عنده من شخص آخر ما سوى ذلك التوقع كان المفروض أن يزوره ما زاره تتحول القضية إلى قطيعة تمتد عشرين عام أو إلى نهاية العمر هل يمكن أنه يأتي شخص ويضع حذاء عدوه أمام رجله هذا بداية الطريق واحد تكون عند هذه القدر السيطر على قوته الغضبية واحد في البيت زوجته تستثيره وهي له ظالم يتمكن يسيطر على هذه القوة ولا يقول كلمة واحدة هذا هذا بداية الطريق فاليوم الثاني جاء الشيخ جواد الملك إلى بحث الأستار ودخل أقرباؤه الذين كانت بينه وبينهم مقاطعاً بادر الشيخ الملك ووضع أحذيتهم أمام أرجله اللي هؤلاء أصيبوا بالذهور وانتهت القضية العداوة اللي كانت في هذه العائلة في العراق وفي إيران لأن الخبر نقل إلى إيران في ذلك الوقت أمتعت القضية بموقف واحد وبعد هذه القضية بدأ الشيخ جواد الملك صعوده هل نتمكن أن نفعل ذلك أمام عدونا يعني أمام من نعتبره عدونا من المؤمنين هو آية يحتاج إلى قدر في الدعاء أن أعارض من غشني بالنصح نقدر أن أعارض من نصحني بالنصح هذه معاملة تجارية أن أعامل من زارني بالزيارة هذه معاملة تجارية مثل واحد يروح إلى السوق يعطي سمن وياخذ بضاعة هذا مهم المهم الذي تتبين عنده حقيقة النفس من غشني أعارض بالنصح هذا هو المهم من اغتابني أعارض بحسن الذكر هذا هو المهم وإلا واحد ذكرني بخير أنا أذكره بخير صفقة تجارية هذا مهم من أهدا لكم هدية تهدون له هدية هذا مهم تجارة أو شبه تجارة طبعا هذا مهم أنه واحد يرد التحية بالتحية ولكن الأهم ما في هذا الدعاء القضية الثانية حدث هنالك بحث فقهي بين عالمين بحث وأحد العالمين كان أكثر علما من العالم الثاني وأكثر مقاما اجتماعيا من العالم الثاني كثيرا ما البحث ينتهي إلى الحد العالم الثاني الذي كان أقل علما وشخصية احتد العالم وأخذ يهاجم العالم الأول مهاجمة شديدة وَأخذ يهينه وَيُحَقِّرُه العالم الأول سكت مُد مثل واحد دا يفكر في شيء العالم العالم الأول الذي هو أكثر علما وأكثر شخصية وأقوى نفوذا في المجتمع كأنه كان يفكر في شيء ثم قام وتوجه إلى العالم الثاني وَنْحَنَى وَقَبَّلَ يَدَهُ يعني المظلوم توجه إلى الظَّالِم وَقَبَّلَ يَدَ الظَّالِم الذي ظَلَمَهُ كَشَخص يعني واعتذر إليه قال أنا اعتذر منك لأنني أغضبتك وكان مع العالم الأول جماعته فأخذوا يتميزون غيظة وتأثروا جدا العالم الأول لم خرج وجماعته خرجوا معه بعد أن خرجوا قال لهم العالم أنا أعلم أنتم ماذا تفكرون وأنكم تفكرون مثلا أنه كان يجب علي أن أرد عليه بالمثل ولكن أنا عندما ذلك الرجل هاجمني وحقرني نفسي قالت لي رد عليه رد أنا قلت لنفسي أنا كنت أفكر حديث النفس لم ينقص مني شيء إذا واحد تكلم ضدكم كلمة لم ينقص منكم شيء فلماذا أرد عليه نفسي أخذت تحرِّضني وتحرِّكني وتدفعني أنا قلت لنفسي ما دمتي قد حرَّضطيني على ذلك أنا الآن أقوم وأقبل يده تأديبا لك نفسي قالت لي لا أنا انسحبت قلت لها أنا لم أنسح إذا أنت انسحبت من الميدان أنا ما أنسح وقمت وقبلت يده حتى في المستقبل نفسي لا تتدخل في شؤوني حقيقة هذا المنطق إذا كان حاكم في الخلافات الاجتماعية أكو هناك خلافات مبدئية مو كلامنا الآن في الخلافات المبدئية أغلب الخلافات الاجتماعية خلافات شخصية تبدأ من الذات وتنتهي إلى الذات حقيقة إذا الأفراد بهذا المنطق كانوا يحاولون حل الخلافات الاجتماعية الخلافات الاجتماعية التي امتلأت بها مجتمعاتنا في كل عائلة خلاف في كل مجموعة نزاع الغيبة والتهمة والنميمة والتسقيط ظاهرة التسقيط الموجودة في مجتمعاتنا تسقيط المؤمنين هذه الظواهر كانت تخف لعله ثمانين بالمئة وننقل أيضا هذه القضية المختصرة نقل أحد العلماء أنه جرى بحث بين السيد الحكيم المرجع المعروف رحمة الله تعالى عليه السيد محسن الحكيم وبين عالم آخر ذلك العالم الآخر برهن على ما يقوله والسيد الحكيم رحمة الله عليه سكت مما بان للجمع الحاضر أن السيد الحكيم غلب في البحث ذاك العالم المنتصر يقول خرجت وإذا بالسيد وإذا بالسيد الحكيم يمشي خارجا وحده فقال لي أنتم راجعوا كتاب جواهر الكلام في المكان الفلاني في المبحث الفلاني يقول عندما ذهبت إلى البيت راجعت الجواهر كتاب الجواهر فوجدت أن الحق مع السيد الحكيم وأن الكلام الذي قلته لم يكن صواب وإنما كان خلاف الإجماع السيد الحكيم لم يكن يرد عليه مع أن الحق معه ولكن هو نوع من أنواع كبت النفس وإذلال النفس نحن يجب علينا أن نحاول أن نروض هذه القوى الثلاث التي تتحكم في النفس الإنسانية القوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة الوهمية إذا واحد روض نفسه في المواقف الجزئية يتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن يروض نفسه في المواقف الكلية وأن يخرج من الامتحان ناجحا بإذن الله الله تعالى يقول في هذه الآية المباركة قد أفلح من زكاها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَرَّتْ شُمُوسُ الْهَدِي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِي الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِي أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيِّرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي